نظم مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام محاضرة في اسطنبول بعنوان الميليشيات في العراق جرائم مستمرة ناقشت هيمنة ونفوذة وجرائم الميليشيات في ظل ضعف الدولة وعدم وجود إيرادة دولية لإنهاء الفوضى في العراق وتحدث الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية في مركز راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي عن تاريخ الميليشيات في العراق منذ عام 2003 وجرائمها التي انتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الإنسانية ظهرت الميليشيات في مناطق متعددة من الشعلة ومن مدينة الصدر ومن الشوادر ومن مناطق أخرى ومن بغداد الجديدة وفي مناطق كثيرة وبدأت هذه الميليشيات تقتل على الهوية وتداهم وتحرق المساجد بحيث تعرض في تلك الفترة ما يقارب 116 مسجد إلى الحرق الكامل إضافة إلى عمليات التهجير وعمليات التغيير الديمغرافي التي جرت على مرأة ومسمع من القوات الحكومية التي قسم منها تواضع وقسم منها شارك في هذه العمليات في تلك الفترة كذلك تحدث الفلاحي عن ميليشيات الحاشد التي شكلت لتكون قوة موازية لمؤسسات الدولة بدعم دولي على رأسه الإيراني أصبح العراق دار من قبل مراكز متعددة وهذه المراكز لو كانت تتبع إلى جهة سياسية واحدة لسلمنا بهذا الأمر ولكن المشكلة بأنها تتبع إلى مرجعيات دينية تتبع إلى مرجعيات سياسية تتبع إلى مرجعيات دينية عابرة للحدود وهذه سببت إشكالية كبيرة جدا في العراق وفي إدارة الدولة العراقية التي فشلت منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا في بناء نظام سياسي ديمقراطي كما بشر به الاحتلال عندما جاء إلى العراق ثم تناول الفلاحي سبول وضع حد للميليشيات وانتهاكاتها وتغيير واقع اختطاف الدولة من قبلها مسلوب الإرادة الآن الشعب من قبل هذه الميليشيات التي تسيطر بقوة السلاح على مناطق كثيرة في العراق لكن إذا كان هناك حراك شعبي عام في العراق أنا عندئذن أقول نعم يمكن أن يجري التغيير ويمكن أن تكون هناك يجب أن تفكر في مسألة كيفية حماية هذه الجماهير التي فشلت الحكومة في حمايتها في الفترة الماضية ويجب أن نفكر في كيفية حمايتها في الفترة المقبلة إذا ما تم استخدام السلاح من قبل هذه الميليشيات ضدها وختمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية توثيق انتهاكات الميليشيات وجرائمها بجميع أشكالها كأحدى خطوات المحاسبة والعقاب وفق القوانين الدولية